يتصاعد الجدل منذ أيام حول التقارير التي تتحدث عن خروج عدد كبير من مقاتلات F-16 الأمريكية في العراق عن الخدمة وذلك بعد أشهر من مغادرة خبراء لشركتين لوكهيد مارتن وسالي بورت بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها الميليشيات على مدار الأشهر الماضية واستهدفت قاعدة بلد الجوية شمالية بغداد حيث مقر مرابض هذه المقاتلات طيارون العراقيون أكدوا أن برنامج مقاتلات F-17 باهظ الثمن آخذ بالانهيار في ظل نقص عمليات الصيانة أورداءتها بعد انسحاب الخبراء الأمريكيين وفقا لتقرير أوردته شبكة فوكس نيوز الأمريكية وحذر التقرير نقلا عن مصادر مطلعة من أن الميليشيات الموالية لطهران قد تتمكن من الوصول لهذه الطائرات نتيجة غياب القوات الأمريكية كما حصل مع دبابات أبرامز المتطورة التي استولت عليها ميليشيات الحجد ووفقا لأحد الطيارين فقد انخفض عدد المقاتلات التي تنفذ طلعات جوية إلى سبع طائرات فقط من أصل عشرين طائرة يمتلكها العراق وذكرت المصادر أن انسحاب الخبراء الأمريكيين أجبر وزارة الدفاع في العراق على صنع بعض قطع الغيار محليا وهو أمر غير مسموح به ويبطل الضمان على الطائرات وقد يؤدي إلى نتائج كارثية وكان تقرير نشره موقع إراك أويل ريبورت أشار إلى أن البرنامج العراقي لطائرات أفستة عشر يشهد حاليا حالة من الفوضى لدرجة أن الطيارين لم يعد بإمكانهم القيام بمهام قتالية وأشار التقرير إلى عمليات فساد داخل القاعدة شملت قيام قادة عسكريين باختلاق سجلات لطلعات تدريبية وهمية من أجل التستر على اختلاسهم لوقود الطائرات غير المستخدم أما بالنسبة لمقاتلات السخير الروسية والتي أبرمت صفقتها حكومة نور المالك عام 2014 فقد أكد مسؤول حكومي أن أربعة منها كانت بحالة سيئة منذ وصولها إلى العراق مذكرا بأن الصفقة هي من ضمن ملفات الفساد التي يتهم بها المالك الفساد السياسي وصطوة الميليشيات التابعة لإيران ثنائية تقف وراء جل المصائب التي يعاني منها العراق وتوشك أن تقضي على ما بقي من البلد الذي خربته ونشرت فيه الفوضى والدمار شكرا